مع بدء عمل اللجنة البرلمانية بالتحقيق في العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة 14 عاما إثر تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد شككوا مراقبون بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تدين الفاسدين في هذا القطاع السيد الكاظمي إذا ما يجي دعم خارجي لا يمكن يتدوس هذه الأزمة نهائيا لأن نشوف كل ما موجود بالحكومة من برلمان وأحزاب وكل تشتغل ضده أي حركة يشتغلها هو يشتغل ضده فرجل صعب جدا ينتجاوز هذه الأزمة إذا ما كان هناك دعم خارجي تشكيل اللجنة جاء من أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في قطاع الكهرباء ووجود شبهات فساد إدارية ومالية ومحاسبة المقصرين بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة رغم تخصيص مليارات الدولارات أزمة كبيرة يعاني منها العراق ويحتاج إلى معالجات جذرية وهذه المعالجات تطلب حلول وشراكة حكومية مع القطاع الخاص وكذلك مبادرة من المجتمع الدولي في دعب العراق وإسنادي في هذا المجال كون أن المبالغ التي لا بد أن تستثمر في هذا القطاع هي كبيرة جدا ويتساءل عراقيون عن جدوى تشكيل هذه اللجنة لا سيما أن لجانا مشابه كثير شكلت في السابق وبقيت نتائجها مجهولة دون أثر ملموس على أرض الواقع في راس الدوليم قناة الفلوجة بغداد